اشتركوا في القناة القسمة التامة بعد ما شفنا سابقا تمثيلات بيانية ومخططات وشفنا امس درس الدائرة اليوم ان شاء الله عز وجل درسنا هو القسمة التامة طيب نراجع بعض الامور الخفيفة قبل ما ندخلوا في الدرس طيب في القسمة طيب لاحظ العدد اللي نكتبوه هنا ونسموه المقسوم المقسوم العدد اللي نكتبوه هنا هو المقسوم عليه هذه اشياء لازم يحفظها التلميذ المقسوم المقسوم عليه العدد اللي نتحصلوا عليه هنا نسموه حاصل حاصل القسمة واذا بقى عدد في الاخير هنا نسموه باقي القسمة هذه اشياء لازم يركز على التلميذ وترسخ في ذهنه في عملية القسمة عدنا المقسوم وعدنا المقسوم عليه وعدنا حاصل القسمة وعدنا الباقي إن بقي هناك باقي طيب نجري عملية على سبيل المثال مثلا لاحظ معي مثلا ندير لاحظ ثمانمائة وثمانية وعشرون تقسيم أربعة المقسوم هنا العدد اللي نسموه المقسوم هو ثمانمائة وثمانية وعشرون هذا هو المقسوم المقسوم عليه اللي رح نقص معليه هو أربعة أربعة هو المقسوم عليه طيب لاحظ معي الأصل لما يكون المقسوم عليه رقم واحد ندير رقم واحد من المقسوم ثمانية تقسيم أربعة ما هو العدد لنضربه في أربعة يعطيني ثمانية ولا يعطيني عدد قريب من الثمانية الاثناني ونضرب اثناني في أربعة ثمانية نكتب الثمانية تحت الثمانية وندير خط ونطرح ثمانية نقي ثمانية صفر طيب لاحظوا مليح هنا كي نصيب الحاصل ونضرب ونبعد نطرح منا هنا مباشرة ننزل الاثناني نزلنا الاثناني طيب الاثناني تقسيم اثناني تقسيم اربعة اثناني تقسيم اربعة اثناني تقسيم اربعة لا نستطيع ولا ندير صفر ندير صفر والنزل الثامنية هنا ملاحظة مهمة كيكون عدد ما نقدروش نقسموه على المقسوم عليه شا ندير صفر في النتيجة ونهبط الثامنية من هبطش نزوج مرات مباشرة بلا من دير صفر في المرة الليولاة هبطنا الاثناني لكن من زيش نهبط الرقم الثاني الا بعد من دير صفر طيب تقول ليه ثمانية وعشرون ما هو العدد اللي نضربه في اربعة يعطي لي ثمانية وعشرون يعطي لي ثمانية وعشرون كين سبعة سبعة في اربعة ثمانية وعشرون ثمانية نقص ثمانية نقص باقي صفر الباقي في عملية القسمة هنا هو صفر حاصل القسمة مئتين وسبعة المقسوم عليه أربعة والمقسوم ثمانمائة وثمانية وعشر هنا ملاحظة مهمة عندما عندما يكون الباقي صفر عندما يكون الباقي صفر نسميها نسميها قسمة تامة عندما يكون الباقي في عملية القسمة صفر نسمي عملية القسمة هذه قسمة تامة طيب نذكر بشيء مهم حبيت أن نتأكد هل العملية التاعية هذه صحيحة أو لماذا صحيحة للتأكد للتأكد من صحة العملية من صحة العملية نضرب حاصل حاصل القسمة في المقسوم عليه المقسوم عليه نتحصل على المقسوم لاحظ بشيء نتأكد من صحة العملية نضرب حاصل القسمة في المقسوم عليه نصيب المقسوم حاصل القسمة مئتين وسبعة المقسوم عليه أربعة ونشوف أربعة في سبعة ثمانية وعشرون أربعة في صفر صفر والإذنان إذنان أربعة في إذنان ثمانية ثمانمائة وثمانية وعشرون اللي هو هذا المقسوم إذا صبته هو نفسه العملية صحيحة إذا ما صبته شهو معنى العملية خاطئة وكما قلت سابقا هذه حاصل القسمة في المقسوم عليه نصيب المقسوم إذا كان الباقي صفر أما إذا كان لدينا الباقي رقم هنا يلحاصل القسمة في المقسوم عليه زائد نزيده الباقي إذا كان باقي كين هل يتكلمنا عليها سابقا وعودنا ذكرنا بها طيب شيء مهم آخر لاحظ معي ندروا مثال آخر لاحظ مثلا 3715 نقسمها على خمسة هنا المقسوم 3715 المقسوم عليه خمسة نبدأ نقسم ثلاثة الأصل عندي رقم واحد في المقسوم عليه ندي رقم واحد في المقسوم ثلاثة تقسيم خمسة لا نستطيع هنا صغيرة منها صغيرة عليها معناها ندي رقمين ندي مباشرة 37 37 تقسيم خمسة ما هو العدد نضربه في خمسة يعطيني 37 ولا يعطيني عدد أقل من 37 7 7 في 5 35 37 نقص 35 تبقى 2 لاحظ غير نطرح غير نطرح ونتحصل على النتيجة نهبط مباشرة الواحد 21 21 تقسيم خمسة ما هو العدد نضربه في خمسة يعطيني 21 ولا رقم قريب من 21 نقلم الواحد وعشرون الاربعة اربعة في خمسة عشرون واحد وعشرون تقسيم عشرون تبقى لي واحد غير نطرح مباشرة ننزل الرقم الموالي 15 تقسيم خمسة ما هو العدد نضربه في خمسة يتني خمسة عشر ثلاثة ثلاثة في خمسة خمسة عشر خمسة عشر نقص خمسة عشر الصفر احنا الباقي السفر الباقي السفر ما معنى باقي السفر معنى هذه قسمة تامة قسمة تامة عندما يكون الباقي السفر نسميها قسمة تامة المقصوم 3715 المقصوم عليه خمسة حاصل القسمة ولا نتيجة القسمة 743 باقي القسمة صفر عندما يكون باقي القسمة صفر نسميها قسمة تامة طيب حبيثي نتأكد هل العملية تاعي صحيحة حاصل القسمة حاصل القسمة 743 نضربه في المقسوم عليه نتحصل على المقسوم إذا حصلت على المقسوم العملية صحيحة إذا ما تحصلت عليه العملية خاطئة طيب إذا كان عندي باقي الباقي مش صفر باقي رقم نضرب حاصل القسمة في المقسوم عليه ونزيد له الباقي نتحصل على المقسوم هذا من جهة من جهة أخرى عندما تكون قسمة تامة والباقي والباقي صفر هذا نستنتج منه نستنتج ماذا نستنتج نستنتج أن المقسوم مضاعف للمقسوم عليه المقسوم مضاعف للمقسوم عليه كذلك المقسوم مضاعف للحاصل شيئا مهما مدام أنه سبعمائة وثلاثة وأربعون في خمسة نتحصل على ثلاث ألاف وسبعمائة وخمسة عشر ماذا نستنتج ماذا نفهم نفهم أنه ثلاث ألاف وسبعمائة وخمسة عشر من مضاعفات الخمسة وكذلك من مضاعفات السبعمائة وثلاثة وأربعون القاعدة تقول لك عندما تكون قسمة تامة والباقي صفر المقسوم اللي هو هذا ثلاث ألاف وسبعمائة وخمسة عشر من مضاعفات المقسوم عليه من مضاعفات الخمسة كذلك من مضاعفات حاصل القسمة كذلك ثلاث ألاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون هذه النتيجة مهم طيب رحوا الكتاب مشروع شامداني في الكتاب قسمة تامة وزعت بلدية غلافا ماليا قدره مئة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون على خمسة مدارس بالتساوي هذه القسمة تامة كي يقول لك قسمنا بالتساوي معناها تخرج قسمة تامة هنا ما هي حصة كل مدرسة نقسمها على خمسة استعمل آمين طريقة وإيمان طريقة المهم حاصل القسمة هنا اللي نصيبوه هو ربعة وعشرين ألف وربعة وعشرين ألف نصيبوه أربعة وعشرون ألف ومئة وخمسة وتسعون هذا هو حاصل القسمة والباقي صفر باقي صفر هنانا ما الباقي صفر معناها قسمة تامة ومعناها هذا العدد اللي طاوه هنا مئة وعشرين ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين هو من مضاعفات الخمسة وهو من مضاعفات حاصل القسمة هذا ربعة وعشرين ألف مئة وتسعين مئة ومسة وتسعين طيب طيب نروحوا كتاب الناشاطات كتاب الناشاطات أحسب بتماع ما يلي ثم تحقق باستعمال عملية الضرب عملية قسمة عادي نقسم وكيفاش نتحقق ندير حاصل القسمة في المقسوم عليه إذا صدت المقسوم العملية صحيح إذا ما صدت عملية خاطئة هذا يكون الباقي صفر أما يكون لما يكون عندي باقي أقمى ندير حاصل القسمة في المقسوم عليه ونزيد الباقي نتحصل على المقسوم طيب ديري وضعي هنا في كل مساء تقرأ ليلة 12 صفحة من قصة بها 138 صفحة ما هو عدد الأيام التي تحتاجها ليلة لإتمام قراءة القصة ما هو عدد الصفحات التي ستقرأها في اليوم الآخر طيب هنا باينة الكتاب في 138 صفحة ويتقرأ 12 صفحة في اليوم شعال تقرأ ما هو عدد الأيام هنا هنا قد يقول قائل كيف عرفنا بلي عملية القسمة ممكن يقول تلميذ بلك عملية الضرب يدير 138 في 12 لا لا هنا يعملية قسمة نقسم 138 على 12 لا في القسمة قلنا توزيع الكل إلى أجزاء متساوية في القسمة يعطيك عدد كلي عدد كلي ويطلب منك توزيعه إلى أجزاء متساوية هي تقرأ كل يوم 12 صفحة يطلب منك توزيع هذا الكل إلى أجزاء متساوية معناه هنا عملية القسمة نقسم 138 على 12 نقسم 138 138 على 12 نقسمها عادي ندير العملية 138 على 12 ثلاثة عشر على 12 واحد واحد في 12 12 ثلاثة عشر نقسم 12 تبقى أنه واحد غير النقص مباشرة ننزل لثمانية ثمانية عشر تقسيم 12 كذلك واحد واحد في 12 12 ثمانية نقسم ناني 6 صف والباقي 6 هنا ليست عملية تامة ليست قسمة تامة لأنه الباقي 6 حبيث نتأكد نقسم 11 في 12 زائد 6 نصيب 138 أكيد نتأكد 12 في 11 واحد في 2 اثنان واحد في واحد 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 في اثنان اثنان واحد في واحد واحد اثنان ثلاثة واحد ونزيد لها الستة على الباقي زائد 6 على الباقي 6 والإثنان ثمانية اذا صحيح 138 طيب معناه سؤال شقا لك سؤال قال نا ما هو عدد الصفحات التي ست ما هو عدد الأيام التي تحتاجها لقراءة القصة تحتاج 11 يوم تحتاج 11 يوم لأنه 138 تقسيم 12 بن 11 تحتاج 11 يوم لإتمام القصة السؤال ما هو عدد الصفحات التي تقرأها في اليوم الآخر اليوم الآخر كيف نصيبها هذا الباقي تقرأ في اليوم الآخر 6 صفحات لأنه هو الباقي هناك يقسم 138 على 12 تخرج 11 11 11 11 وفي اليوم الآخر تخرج 6 وحدها اللي هو الباقي تقرأ في اليوم الآخر 6 صفحات روح للوضع الثانية جانا فلاح 5545 كيلوغرام من التمر وضعها في علب وزن كل علبة الواحدة 5 كيلوغرام ما هو عدد العلب التي سيملاؤها هذا الفلاح قد يتسأل التلميذ هنا يقول لك ما هي العمل اللي راح نديرها ضرب قسماء زائد لاحظ هو أعطاك عدد كلي عدد كبير عدد كلي طالب منك تقسم هذا العدد كلي إلى أجزاء متساوية في كل جزء 5 كيلو راح تقسم في علب كل علبة فيها 5 كيلو هنا قلنا إذا أعطاك عدد كلي وطالب منك تقسم إلى أجزاء متساوية هنا عملية القسمة معناه 5545 نقسموها إلى 5 نقسموها على 5 نجري العملية عادي 5000 5545 تقسيم 5 اللي هي 5 كيلو طيب عدنا رقم ندي رقم 5 تقسيم 5 1 1 في 5 5 0 غين نقص مباشرة ننزل 5 5 تقسيم 5 1 5 5 5 نقص 5 0 ننزل مباشرة لنا الرابعة الرابعة تقسيم 5 لا نستطيع لأنها صغيرة منها شا ندير ما ننزلش الخمسة مباشرة لأنه ذوي نزلنا الرابعة ننحط 0 ننحط 0 وننزل للخمسة 45 تقسيم 5 9 لأنه 9 5 45 45 نقص 45 0 الباقي 0 إذن قسمة تامة هذه قسمة تامة حبيث نتأكد 11 109 في 5 نصيب هذا أكيد إذن سؤال ما هو عدد العلب التي سيملأها الفلاح بالتمر عدد العلب هي 1109 علبة وهذه قسمة تامة كما قلت وأذكر إذا كنا في القسمة التامة قلنا المقسوم اللي هو هذا 5545 من مضاعفات الخمسة ومن مضاعفات 1909 قلنا عندما نكون في قسمة تامة الباقي صفر المقسوم مضاعف للمقسوم عليه والمقسوم مضاعف لحاصل القسمة كذلك طيب بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة حتى يعطينا دعم واستمرارية لمن لديه سؤال أو استفسار أو أي شيء فليتركه لي في التعليقات وسأجيبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله